نروح لسؤالنا الثالث والأخير هل بيعدل الزمالك عقد الشيكابالة في الفترة اللي جاية فاستقر مسؤول الزمالك على تعديل عقد محمود عبد الرازق الشيكابالة قائد الفريق الأبيض ضمن مجموعة اللاعبين لمقرر تعديل عقدهم خلال الفترة الجارية وهم الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمع على عابل الفريق الأبيض واللي تم وعدوهم من قبل رئيس النادي بتعديل عقدهم تقديرا لمجهوداتهم مع الفريق في الموسم اللي فات إلا أنه شدد على إرجاء تعديل عقود اللاعبين لحين وصول الفائد في خزينة النادي وصرف مقدمات العقود أولا أكيد في الفترات اللي فاتت كنا بنسمع دايما عن تعديل العقود بعض اللاعبين وخصوصا من نادي زمالك كان في بعض الأسماء نفس الأسماء تقريبا كانت مطروحة هذا طبعا علشان يكون اللاعبين موجودين في ظل أكيد كل مركات وببعض الأسماء بنسمع ليه ما يكونش في فرصة ليه من أنهما يكونوا بيحترفوا أبرزهم كان محمود حتى علاء كان فيه أخبار كتير جدا ممكن يكون لي فرص احتراف في دول خليجية ولكن تم الإبقاء عليه عناصر طبعا مهمة جدا بالنسبة لنادي الزمالك صعب أن أنت تخسرها مهما كانت المغريات المالية لأن أنت تتكلم كده عن أعمدة مهمة داخل صفوف أي فريق صعب أن أنت تخسرها حتى لو القيمة المالية هتكون كبيرة